وإلى هذا الخبر العاجل حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس رومن رديف رئيس جمهورية بلغاريا وصالح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية فضلا عن التعاون في مجال الطاقة وقد أكد الرئيس البلغاري خلال الاتصال أكد الحرص على استمرار تنصيق وتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وكذلك على التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر وذلك في ظل دورها المحوري بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبي وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من جانبه أكد على متانة العلاقات الودية بين مصر وبلغاريا وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي للتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين